مجال أو صناعة الفن واحدة من أقدم الصناعات في العالم وممكن أنها تكون مربحة جدا للمشاركين فيها ولكنها كانت مخصصة بشكل تقليدي في المقام الأول للأثرياء وأصحاب النفوذ ولكن أكيد الآن مش زي ما كان من قبل ولكن ما نقدر ننكر أن أكبر صفقات الفن تروح عادة للأشخاص الأثرياء ويستثمروا في الفن إما لتنويع استثماراتهم أو مجرد هواية ولكن ما راح يكون هذا الحال من الآن وصاعدا عشان كده اليوم راح أكلمكم عن Art Can Die هو مشروع يوفر وصول لا مركزي إلى الاستثمارات في صناعة الفن لأي شخص في العالم ورح أشرح في هذا الفيديو طريقة عمل Art Can Die وبعض فوائد الاستثمار في الفن من خلال المنصة وبعض المشاريع الفنية اللي تم تأسيسها كشركاء للمنصة وكل شيء آخر تحتاج المعرفة عن هذا المشروع ولكن قبل أبدأ بكل هذا تأكد من الاشتراك وتفيل الجرس حتى لا يفوتك المزيد من الفيديوهات مثل هذا الفيديو بالإضافة إلى كل شيء آخر أقوم بنشر على هذا القناة طيب نبدأ بنظرة عامة بسيطة وخلفية عن سبب إنشاء Art Can Die مجال أو صناعة الفن العالمية تبلغ قيمتها ما بين 70 و 800 مليار دولار ولما تسمع هذا ربما تعتقد أنه هذا النطاق ضخم وهذا شيء صحيح وجزء من السبب في أنه النطاق كبير جدا هو المشاكل الحالية مع صناعة الفن مثل عدم السيولة ونقصة شفافية والمركزية وهذه بعض الأسباب وراء إنشاء Art Can Die على البلوكتشين لأنه يسمح لأي شخص أنه يعرف من اللي ينتفع له السعر وكم ومن مين وكل شيء آخر وفي سبب آخر هو دعم الفنانين المعاصرين الجدد ولما أحد يسألك عن اسم فنان مشهور معظم الناس بيذكروا فنانين مثل بيكاسو أو فان جو أو مايكل أنجلو وهذه كلها إجابة صحيحة وأعمالهم الفنية قيمة جدا لكنهم كلهم عاجوا قبل فترة طويلة وإذا تم تصعيب السؤال إنك تذكر فنان مشهور اليوم فمعظم الناس راح يعانوا عشان يوصلوا لإجابة وهذا لأنه بيكاسو وفان جو ومايكل أنجلو حق اليوم لسه ما زالوا يصنعوا أسماءهم لأنفسهم ويتقنوا أسلوبهم وينشؤوا فنهم طيب الهدف من Art Can Die هو اكتشاف الفنانين المشهورين عالميا من هذا الجل القادم علشان يصيروا لهم رعاه من خلال رعاية أعمالهم الفنية المختلفة ويعملوا هذا بطريقة لا مركزية تسمح لأي شخص بالمساهمة كراعن والاستفادة من الزيادة في قيمة أعمالها ذول الفنانين مع مرور الوقت ولتحقيق هذا الهدف الفريق اللي يقف وراء Art Can Die واللي راح أقول لكم تفاصيل أكثر عنهم بعد شوية في هذا الفيديو يقوم الفريق بإنشاء نظام كامل وفي قلب هذا النظام يوجد Art Can Die DAO والDie Token والNFTs وعملة الداي متوفرة على الإثيريوم وسلسلة الباينانس علشان المشروع يكون موجود عبر سلاسل متعددة وهذه العملة تعطي حاملينها الوصول إلى حقوق الهوكمة في الداو وتستخدم كمان لجمع الأموال والتداول في السوق الثانوي وكمان للمنتجات والخدمات الأخرى اللي راح يتم تنفيذها في المستقبل مثل التخزين وإدخال الفن إلى عالم الكريبتو كNFTs ووراكلس وميتافرس والكثير عملة الداي عندها إجمال المعروض 21 مليون وموزعة زي ما هو موضح هنا 35% تروح للمبيعات الخاصة والعامة و20% لمكافأة دعم الشركاء الفنانين المستقبلين و15% للحصول على المكافأات والسيولة و6% لحوافز الداو و6% للتسويق و10% للفريق والمستشارين و8% لإحتياط المشروع البيع الخاص يصير حاليا وتقدر تشارك فيه من خلال الموقع هنا وإذا أنت عايز تشارك راح تحتاج لإنشاء حساب عبر البريد الإلكتروني وفيه 3 مليون عملة داي متوفرة بسعر 2 سنت في البيع الخاص والبيع العام راح يبدأ في يناير وبيكون فيه 4.35 مليون عملة بسعر 4 سنت ورح يتم استخدام الأموال اللي يتم الحصول عليها من خلال مبيعات العملات لتطوير وتنمية نظام Art Can Die وإذا قررت تشتري بعض العملات في هذا البيع أو بعد كذا في السوق المفتوح فبتكون قادر ولك رأي في دعم الفنانين والمشاريع المستقبلية بالإضافة لتقديم مقترحات الفنانين اللي تعتقد أنهم يستحقوا الدعم طيب واحدة من الطرق اللي راح يتم فيها استخدام هذه الأموال هي دعم الشركاء الفنانين المؤكدين واللي يوجد الكثير منهم وعشان أعطيكم فكرة عن أنواع الفنانين والمشاريع الفنية اللي راح يتم دعمها نقدر ناخد نظرة على الشركاء الحاليين هنا على الموقع عندنا هنا Flower of Life اللي يتم إنشاءها بواسطة ماريسا بابين وهي فنانة بلجيكية وتقدم أخبار دولية والمعرض نفسه بيتألف من تمثال ضخم بالإضافة إلى 13 لوحة فنية للفنانة بابين طيب ومشروع آخر بارز هو البرنامج التلفزيوني نوار راح يتألف نوار من 9 أهلاقات تحكي قصة تدور أحداثها في دار مستقبلي مليء بالراهبات الجميلات ويصير في بقعة سوداء غامضة تبدأ في النمو على الحائط وتنتشر في العالم ورح يقدر المستثمرين في المشروع من حضور عروض المراجعة ومقابلة النجوم والمبدعين في العرض والحصول على صندوق تذكارات وغيره وقد تم استثمار أكثر من 200 ألف دولار في نوار والخطة هي إنه يتم بثه على المنصات الرئيسية مثل نتفلكس وHBO بعد ما انتهي طيب في مشروع آخر يتم دعمه هو فيلم وثائق تلفزيوني يشرح بالتفاصيل القضية الرئيسية المتعلقة بالتلوث على جبل إيفرست ويروي الفيلم الوثائقي قصة مراسل يبحث عن حل التلوث وهو إصعد الجبل وجزء مثير الاهتمام من هذا المشروع هو إنه المخرج رح يضع علم مشروع Art Can Die على قمة جبل إيفرست وهذا شيء ما أعتقد إنه قد عمله أي مشروع كريبتو آخر ومن المقرر إنه يتم عرض الفيلم الوثائقي في عام 2022 طيب باناباست تايت شما تكون هي فنانة مشهورة جدا في تايلند يدعمها Art Can Die قد عرضت فنها في جميع أنهاء العالم بما فيها Times Square في مدينة نيويورك وبعض أعمالها الفنية معروضة هنا وزي ما تشوفوا شيء ملفت للنظر جدا وتم نشر أعمالها كمان في كثير من مجلات الموضة مثل Vogue و L وعملت مع علامات تجارية مثل Gucci وبانغ أوليفسن و Nescafei طيب وفي معرض فني آخر يتم دعمه هو مشروع نيو أرك المستوحى من قصة تابوت العهد ويتم إنشاء مشروع نيو أرك بالتعاون بين المخرج جاك و سوات بون تام الرسام والنحات التالندي وبمجرد اكتمال الأرك نفسه راح يتم نقل المعرض عبر العالم إلى المتاحف والنقاط الثقافية وأثناء سفره راح يتم دعوة فنانين آخرين لإنشاء أعمالهم الفنية الخاصة لعرضها بجانب الأرك وهذا بيخلي المعرض قطع فنية متنامية و متغيرة مع مساهمات من فنانين من جميع الثقافات والخلفيات المختلفة و زي ما نقدر نشوف أرك كان داي مفتوح لدعم جميع أشكال الفن المختلفة من خلال منصتهم و إذا صرت حامل لإدداي فبتقدر تساعد في اختيار المشاريع الجاية اللي راح يتم دعمها بشكل عام هذا مشروع فريد وطريق لعالم الفن والاستثمار فيه إذا هذا يعجبك ومهتم فيه تقدر تحقق من هذا الشيء وتشوف الرابط الموجودة في صندوق الوصف أتمنى أن تكونوا استمتعتم بالفيديو وأشوفكم في فيديو القادم